قامت مجموعة من قراصنة الانترنت أنونيموس بعمالية اختراق مواقع أمريكية انتقاما لإغلاق موقع ميجابلوغ بعد قيام القضاء الأمريكي باتهام موقع ميجابلوغ لمشاركة الملفات بانتهاك حقوق الملكية وإيقافه من قبل السلطات ردت مجموعة القراصنة أنونيموس سريعا واخترقت العديد من المواقع الحكومية ذات الأهمية الكبيرة لسوق الأفلام والموسيقى من بينها يونيفرسل ميوزيك واتحاد شركات صناعة الموسيقى واتحاد صناعة السينما وموقع وزارة العدل الأمريكية وصرحت مجموعة أنونيموس بأن هذا الهجوم يعد الأكبر في تاريخ المجموعة إذ اشترك في تنفيذه أكثر من خمسة آلاف مشارك وأشارت المجموعة إلى أن الحملة على المواقع الحكومية لا تزال على قدم وصاق والهدف التالي كما يقولون هو موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI الجدير بالذكر أن قرار القضاء الأمريكي بغلق الموقع وتغريم صاحبه بمبلغ ضخم قبل بغضب من حركة تطلق على نفسها اسم المجهولون والتي اعتبرت أن ما قامت به السلطات الأمريكية هي عمالية تضييق على حرية التعبير ترجمة نانسي قنقر